مرحبا بكم أحباء المشاهدين في فقرة جديدة من كهرامانة فقرة اليوم راح تكون كلش مهمة للنساء راح نتكلم بيها عن أطفال الأنابيب وأيضا عن كيفية تحديد جنسة طفل راح تكون ويانا دكتورة بان المعموري وهي مختصة نسائية راح تكلمنا عن هذه التفاصيل فخليكم ويانا فقرتنا بدت اليوم مثل ما قلت راح تكون وياي دكتورة بان مرحبا دكتورة أهلا وسهلا إذن اليوم دكتورة أنا راح أحاول أن أخذ أكبر عدد ممكن من المعلومات من عندك أول شيء بالنسبة لأطفال الأنابيب من يستحق أن أطفال الأنابيب؟ ومتى المرأة أو الرجل يلجأون إلى طفل الأنابيب؟ بالحقيقة أكو أسباب كثيرة للعقم أو تأخير الحمل منها أسباب خاصة بالمرأة اللي عدها مثلا سداد بالأنابيب أو عدها عدم تبويض أو عدها مشاكل أخرى وأكو أسباب خاصة بالرجل في حالة انعدام الحياة من المنوية أو قلة في عدد الحياة من المنوية أو عدم نغوجها أو تكون النوعية غير جيدة وأكو أسباب مشتركة بين الزوجين وأكو أسباب أخرى اللي نسميها غير معروفة اللي هي يعني شوان غير معروفة؟ للأسف لحد الآن العلم ما وصل إلى هذه الأسباب يعني نشيك ما عندها مشكلة وهي ما عندها مشكلة بس اتنين مع بعض ما يكونوا تنطفل نشيك المرأة نشوفها ممتازة ونشيك الرجل نشوفها جيد وممتاز بس بالنتيجة ما يصر حمل طيب كم نسبة النجاح دكتورة؟ بشكل عام بشكل عام وعالميا يعني بحدود الـ 50% أعلى نسبة بس طبعا هذه النسبة تتراوح من 50% فما دون اعتمادا بالدرجة الأساس على عمر المرأة وبالدرجة الثانية على سبب اللي هو سبب العقم شنو هو وعدة أسباب أخرى بس احنا على الأغلب يكون هو عمر المرأة هو العامل المحدد الرئيسي لنسبة النجاح بأطفال الأنابيب العمر الأنسب من إله؟ والله هو العمر الأنسب كلما كان أصغر كلما كان أحسن أكيد العشرينات أحسن من الثلاثينات والثلاثينات أكيد أحسن من الأربعينات مو بس العدد البيض يكون أحسن نوعية البيض تكون أحسن يعني بعمر العشرينات نوعية البيض تكون ممتازة حتى وإن كان على العدد قليل بينما بعمر نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات حتى إذا شفنا عدد لا بأس به بس للأسف تكون نوعية البيوض غير جيدة إحنا بالعكس يعني أحيانا ناس إعادة المحاولات تكون ضدهم لأنه العمر يكبر وعدد البيوض بالنتيجة قل خاصة هاي إذا كانت هي عيدة المحاولات وهي بعمر نهاية الثلاثينات قريبة للأربعينات بس إذا كانت شابة لا بالعكس كل ما زاد عدد المحاولات كل ما كان هذا الأفضل من جانبها أولا نعرف إحنا سبب عدم الحمل أحيانا نلجأ إلى مثلا عمل ناظور رحمي نلجأ إلى عمل تحليل جيني للأجنة حتى نعرف مدى صلاحيتها للانغراس والازدراع بالرحم نفسه فهذه الأمور بالعكس يعني العلم فيه تطور وطول ما المرة تقدر تنتج بويضات فإذا هي تقدر تكرر المحاولات طيب اليوم دكتورة يعني الطب تطور فحتى موضوع تحديد جنس الطفل فممكن أن يكون عن طريق جداول صح أو لا فقلت لي أنه يكون ثلاث طرق لتحديد ممكن جنس الجنين أمانة هو كانوا سابقا يعملون بالجدول الصيني بعدين إجت فترة أنه الجدول الغذائي هذا الأكل يزيد نسبة الحياة من الذكرية وهذا الأكل يزيد نسبة الحياة من الأنثوية أو استقبالهم وكذا أثبتت عدم جديتها اعتمادا أيضا على سرعة الحياة من الذكرية وبطء الحياة من الأنثوية ونسبة أن الحياة من الذكرية تتنشط بالمحيط القاعدة أكثر من الحامضية قمنا نستعمل بعض الغسولات ونرتب للمرأة جدول بحيث يكون يعتمد على مدى تبويضها ووقت التبويض على وقت التبويض أحنا نرتب فترة الجماع بين الزوجين وتكون المرأة تحقل نفسها بغسولات قاعدية حتى نزيد نسبة الحياة من الذكرية بتخصيب البويضة بس طبعا هذا ما ينطينا نتائج مئة بالمئة يعني يرفع من نتائج الجنس المطلوب بالمناسبة ترى يجوني هو يردون بنية أكيد طبعا أكيد بالنسبة للطريقة الثانية اللي هي ممكن أن نكون عن طريقة صناعية أو الأنابيب بالضبط التلقيح الاصطناعي اللي هو خلي نسميه ستاب أب شوية هذا ينأخذ الحياة من الزوج ونغرب لها بطريقة الغربة لنضيفلها مواد مغذية ومنشطة للحياة من الذكرية أكثر وبالنتيجة تكون الحياة من الذكرية اللي طافية فوق اللي نسبة كثافتها أقل نأخذ هاي الحياة من الخلي نقول اللي تطفو فوق اللي هي تقريبا تكون نسبتها بحدود الـ 75% من علها حياة من الذكرية بس أكيد احنا ما راح نقدر نفصل ولا أي طريقة بالعالم أكو إنه تفصلين الحياة من الذكرية عن الأنثوية ونبه هاي الطريقة بعد التبويض وموعد التبويض نحقنها مباشرة برحمة الأم أو الزوجة اللي هو هذا نسمي التلقيحة الاصطناعي بنسبة الحمل تكون بحدود 20% إلى 25% بس في حال إذا صارت صار الحمل فنسبة أنه يكون جنس الجنين المطلوب تقريبا بحدود 75% بس أكو طريقة اللي هي الأدق اللي هم اكتشفوها بالبداية تحديد جنس الجنين لأنه أكو أمراض وراثية تصيب الإناث وأكو أمراض وراثية تصيب الذكور فحدثوا هاي التقنية عن طريق أطفال الأنابيب يدرسون جنس الجنين جنس الجنين وفصل جنس الجنين يعني يكون جنين نعم يا الله يدرسوا يا الله يعرفوا ذكر له أنثى وليس فصل الحيامن هم والناس فاهمة أنه نجيب الحيامن الذكري ونلقح البويضة به لا إحنا نلقح بشكل عشوائي بالطريقة اللي حجيت عنها عن طريق الغربلة بعدين ورما يكون الجنين أمره ثلاثة يام أو أربعة يام ندرس نشوف هل هو نخب يعني يعني يعين خلية وحدة من الجنين ونشوف هذا الجنين ذكر أم أنثى ونرجع الجنس المطلوب والمرغوب لدى الزوجين يتم التلقيح والزرع مباشرة حالو طيب نصيحة أخيرة دكتورة للبنات اللي يشوفوك بالنسبة إذا كان أنه تريد الطفل لازم تجهز نفسها قبل شقد من مثلا الفترة إذا كانت تريد أطفال الأنابيب لازم قبل شقد من الفترة لأن ممكن يكون أكل تهابات أو مشاكل عند المرأة أو الرجل والله أنا أنصح أي زوجين حديثي الزواج حتى وإن كانوا غير راغبين بالإنجاب أنه على الأقل تراجع المرأة ولو مراجعة وحدة تتأكد من كونها سليمة وما عدها شيء وتكمل ما لا مانع أنه تستعمل أحد وسائل من الحمل بس نتأكد من سلامتها ونتأكد من المبايض مالتها وخزينها والرجل أيضا تحليله جدا سهل يحل المرأة وحدة أصلا أفضل هذا الموضوع يتم أصلا قبل الزواج قبل ما نختم دكتورة بالنسبة للمتزوجات الجديدة فأكم من ينصحهم أنه يستخدمون مانع الحمل وأكم من يقولهم أنه ممكن أن تتخليه اللولب على قدر معلوماتي بأنه اللبنية اللي غير مثلا بعدها ما جاي بأطفال بالنسبة للولب هل أنه أنت تنصحين بي أم أنه يعتبر أكو حبوب أو أشياء ثانية آمنة أكثر نرجع ونقول كل حالة حسب حالته يعني أكو ناس يرهم لهم بالعكس هو يكون علاج لهم حب المانع مثلا إذا كانت دورة غير منتظمة دورة غير إباضية أو كانت إذا هي تعاني من تكيوس المبايض واحدة من علاجاتها هو حب المانع نفسها إذا كانت تعاني من ألم أثناء الدورة يعني ما لا علاقة بعدين لما تريد طفل أنه راح يكون هناك مشكلة اللولب إحنا اللولب ثاني لاي ننصح به إذا كانت أحيانا إذا تعاني من سمنة المريضة إذا تعاني من ارتفاع ضغط إذا كان عندها تاريخ مرضي بعائلتها بضغط التجلطات أو أي مانع من أنواع اللي نمنع بي أنه تستعمل حبوب المانع اللي هي اللي نسميه الأستروجين بروجستيرون فبهالحالة هذه ننصحها باللولب على أنه تهتم بنفسها وتهتم تراجع طبيبه لأنه اللولب هو جسم غريب أنت تعرفين كلنا نعرف هذا الموضوع وهذا الجسم الغريب أساساً من تكون أكل تهابات موجودة بالمهبل أكيد راح تنتقل إلى الرحم وتنتقل إلى المبايض أو تنتقل إلى الأنابيب فرح تسبب لها عدة مشاكل اللي هي يعني مثلاً راح تكون انسدادات احتمال بالأنابيب أو هيششالات فكل حالة بحالتها نرجع نقول كل حالة بحالتها شكراً لك دكتورة نورتينا حبيتي الله يخذيتي وبعد ما سمعنا إلى النصاح مع الدكتورة بان أخيراً أحب أقول لكل البنات والمتزوجات أيضاً أنه يهتمون بصحتهم أول شيء السمنة تكون سبب ممكن رئيسي في مشاكل في الرحم أو المبايض ممكن أيضاً إذا كان أكو اكتشفنا أنه بدأ يكون أكو شعر زايد بالجسم أيضاً لازم نسوي تحاليل لأنه ممكن يكون أكو خلل بالهرمونات وأخيراً إذا كان أكو أي أمراض وراثية بالعائلة فلازم أنه أحنا نسوي فحوصات سنوية حتى نعرف أنه أحنا سلمين من أي مرض أخيراً التغذية مهمة جداً ولازم أنه إحنا نهتم بصحتنا حتى نكون في صحة دائمة ومننا نكون وصلنا لخطة فقراتنا لهذا اليوم ونشوفكم فقرات ثانية باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر